طيب يا مشاري حياك الله يا عبد الله يا أهلا وسلام بجنبك أحد طبعا معي يا عبد الرحمن بوحسون نسلم على هاشم وأداءه جميل وندردش الآن مع عبد الرحمن كيف حالك عبد الرحمن؟ بخير الحمد لله طمنا عليك؟ بخير الحمد لله الحمد لله وقل لي كيف شفت أداء أخوك محمد أمس بالقراءة؟ الحمد لله الحمد لله وقرأ زين ما شاء الله تبارك الله وأنتم تدربون سواء ويتابع معك وتابع معاه؟ نعم الحمد لله يعني لو تقول كلمة لأصدقائك اليوم ايش تقول لهم؟ سلم على أصدقائك ويقول لهم سلام عليكم وأقول سلام عليكم لواءة خالتي أيوب نسيم دحلب وسلم على إخوتي ووالدي أبي وأمي وسلم على شيخي ما شاء الله تبارك الله المسيح عليهم بالخير قل لي كيف كانت أجواء التدريب مع الشيخ صابر اليوم؟ الحمد لله دربنا وقرأنا عليه وعطانا بعض الملاحظات نستفيد منها إن شاء الله للأبد وكذلك ندمنا نكون في البث بإذن الله جاهز متحمس لقوك من اللجنة اليوم؟ نعم بإذن الله جاهز ولا مستعجر اليوم؟ لا مستعد فقط بإذن الله حل مستعدين لشوفتك اليوم يا عبد الرحمن والجمهور بانتظارك على أحر من الجمهور تجلى نوره ودنات سنابل خيره أمالا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ما شاء الله عبد الرحمن قراءة جميلة وهادئة تنتبه عبد الرحمن إلى الخيشوم عندك في القراءة ظهر في أغلب القراءة تجويدك متقن ما شاء الله تبارك الله بتاع الوقت طيب يا عبد الرحمن نبارك لك انضمامك لفريق الشيخ صابر نجلس في الكرسي المقابل خاص بفريق الشيخ صابر سأتدرب بإذن الله على يد الشيخ صابر وبإذن الله سأذهب إلى النهائيات ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله يرضى عليك يا عبد الرحمن ويبالك فيك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله في التلاوية يا شباب لو أنتم في اللجة التحكيم وتقيمون ماذا تقولون عن أخيكم عبد الرحمن الله قراءة الجميلة عبد الرحمن لكن الجمال لا ينتهي والكمال لا ينتهي لما قل الله نور الله سمعينها غير الله نور الله نور الله نور الله الهمسل غير الله نور وضحت مهمة جدا هذه كتاب للهدى نزلا أقام القول والعملا تجلى نوره ودنا سنابل خيره أملا سنابل سنابل به تعلو مراتبنا فيا طوبى لمن حملا وطيبة في سنابلها تباهي الكون مكتملا سنابل 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 أقام القول والعملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنبنا وكفذ عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أهلا يا عبد الرحمن يا مرحبا حياك الله وبيعيك أهلا وسهلا أمس كان أخوكم معنا أو قبل أمس 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 كنت تابعه من المدينة نعم أمس يلا كويس هو الآن قدام الشاشة يتابعك إن شاء الله طيب نشوف الشيخ أحمد وشيقول على قراءة عبد الرحمن ما شاء الله ما شاء الله قراءتك حلوة يا عبد الرحمن فيها تنقلات جميلة على أنك بديت شوي مرتبك بس دخلت في المود حق القراية أو في الأداء حاولت تدخل النفس عندك أعتقد أنك لا تأخذ نفس قبل كل آية بارتياحه و هذه الرسالة نوجهها لك و لكل من يجلس في نفس المكان هذا خذ نفس قبل كل آية عشان ترتاح أو إذا حسيت أن الآية تروح منك وقف الكلمة اللي نعم اللي بينقطع نفسك قبلها مش فيها هي قبلها عشان ما يطلع الموقف يعني و ضيعوا عمل عامل استعجلت فيها كأنك اختلستها بسرعة و يبدو للسبب نفسه عشان النفس لكن تنقلاتك جميلة عندك خيشوم و هذا أنا نبهتك عليه في مرحلة الأداء عندك خيشوم و لازم تتغلب عليه رفع الصوت في المناداة عندك ربنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم كان جميل طلعاتك فيها جميلة و قفلت بقفلة أيوبية حلوة كقراءتك الحلوة موفق إن شاء الله يا عبد الرحمن شكرا شيخ أحمد شيخ يوسف تعليقك على تلاوة عبد الرحمن ما شاء الله تلاوة عبد الرحمن ممتازة يعني بالجملة ممتازة حتى أني والله تخوفت أنه في البداية كان واضح يرتباك عليه لكنه دخل في الجو بعد يعني عندما بدأ في ربنا ما خلقت هذا باطلا بدأ يعني ينسج مع الآيات و يتفاعل معها و واضح عليه حتى في أثر قراءته متفاعل مع الآية يعني يمكن الشيخ أحمد ذكر أنه النفس فعلا نفس موجود و الأثر التأمل و التدبر واضح على تلاوة عبد الرحمن عبد الرحمن فيه بعض الملحوظات اليسيرة يعني في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض السماوات وين فوق والأرض تحت انت عكستها رفعت في الأرض وخفضت في السماوات من فرد ترفع الصوت في السماوات وتخفض في الأرض زين؟ إن في خلق السماوات والأرض نزلت أفضل أفضل أن أكتعكسها كذلك عجبتني وهذه من الجماليات يعني ما قاعد أعطيك ملاحظات سلبية أعطيك إيجابية الآن خلاقة تخلصتها تخليص جميل جدا يعني لفتت نظري حقيقة خلاقة ربنا ما خلاقة هذا جميلة ينادي للإيمان مثل ما ذكر الشيخ أحمد ينادي للإيمان كانت النداء فيها جميل ورفع الصوت فيها كان أحلى وأجمل منها حقيقة في وأوذو في سبيلي الواو كانت نظيفة جدا وتعبل عن المعنى الحقيقي في الآية في الإيذاء جزاك الله خير على هذه التلاوات طيبة وكنت والله مثل ما ذكرت بداية كنت خايف أنك ترتبك لكن ما شاء الله عليك بعد تقريباً آيتين يعني مسكت الزمام التلاوات الجيد وانهيتها بجماليات حلوة بارك الله فيك شكراً الشيخ يوسف عبد الرحمن راضي إن شاء الله تمام الرضا شاء الله طيب توقع أنت وأخوك تتأهلون؟ بإذن الله تلحق أخوك؟ لكن حتى لو ما تأهلت يكفي هو صح؟ لا فست فست إنك وصلت هنا؟ نعم قرأ القرآن يفوز أكيد قرأ القرآن يفوز أنت تتكلم فرنسي أحسن من أخوك أو أخوك أحسن منك؟ أتكلم عربي لغة القرآن اللغة الثانية يعني نفس الشيء نفس الشيء بمثابة اللغة العربية نعم تعلمنا؟ لا أنا أقول اللغة العربية إن شاء الله الله نصير للغة تعجبني والله أنت بطل طيب خلك معي عشان ما نروح لمشاري وين نروح؟ لا ما نروح جوه نروح فاصل قل المشاهدين الروح فاصل نروح فاصل إن شاء الله